بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مختصرة بعنوان الكبائر إعداد الشيخ هيثم بن محمد سرحان ما هي الكبيرة؟ الكبيرة هي كل ما رتب عليه عقوبة خاصة هل لي بمثال على ما رتب عليه عقوبة خاصة؟ من العقوبات الخاصة التي وردت في نصوص الوحيين الوعيد بالنار والغضب واللعنة والطرد من الرحمة والإبعاد والبراءة من فاعل الكبيرة وكونه من الكافرين أو المشركين أو المنافقين وتشبيهه بأقبح الحيوانات وكونه ليس من المؤمنين وجعل حد له في الدنيا من الكبائر الفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وغيرها هل تتفاوت الكبائر أم هي على مرتبة واحدة؟ الكبائر تتفاوت من حيث إثم فاعلها والدليل على تفاوتها قوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور متفق عليه هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ لا إشكال أن الشرك الأكبر المخرج من الملة أكبر من الكبائر وكذلك فإن الشرك الأصغر أكبر منها لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر بخلاف الكبائر والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب أخرجه مسلم وفي الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أخرجه مسلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا أخرجه عبد الرزاق والحلف بالله كاذبا كبيرا والحلف بغيره ولو صادقا شرك أصغر المحرمات على أربعة أقسام أقلها الصغائر وهي كل ما كان دون الكبائر أي ما حرمه الشارع ولم يرتب عليه عقوبة خاصة كالنظرة المحرمة وأشد منها الكبائر وهي موضوعنا وأشد منها الشرك الأصغر وهو غير مخرج من الملة كقول ما شاء الله وشئت وأشد منه الشرك الأكبر وهو المخرج من الملة كالذبح لغير الله عز وجل محبة وتعظيما هل الكبائر محصورة بعدد معين؟ لا يمكن حصر الكبائر في عدد معين لكن يمكن حصرها وضبطها بالحد والتعريف كما سبق هل هي سبعون كبيرة؟ لا لكنها والعلم عند الله قريبة من هذا العدد كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق في المصنف ما حكم فاعل الكبيرة؟ هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وفاعل الكبيرة تحت مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله هل يحب فاعل الكبيرة أم يبغض؟ يحب فاعل الكبيرة بقدر ما فيه من إيمان وفي الوقت نفسه يبغض بقدر ما فيه من الكبيرة هل يجالس فاعل الكبيرة حال ارتكابه لها؟ لا يجالس فاعل الكبيرة حال ارتكابه للكبيرة لأن من جلس مجلساً يعصى فيه الله ولم ينكر كان وزره كوزر فاعل الكبيرة سواء قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم هل تغفر الكبيرة بالأعمال الصالحة؟ أم لابد لها من توبة خاصة؟ لابد لها من توبة خاصة للحديثين المتقدمين النائحة إذا لم تتب قبل موتها وحديث مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ولقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً هل يصح التوبة من بعض الكبائر دون بعض؟ نعم تصح التوبة من بعضها وينبغي إرشاد صاحبها إلى التوبة من كل المعاصي كبائر كانت أو صغائر وتخويفه من عاقبة الكبائر وأن الله عز وجل قد يعذبه بها في الآخرة هل ألف العلماء في الكبائر؟ نعم ومن أشهر المؤلفات فيها كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله المتوفى سنة ثمان واربعين وسبعمائة للهجرة وكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لشهاب الدين بن حجر الهيتمي رحمه الله المتوفى سنة أربع وسبعين وتسعمائة للهجرة وكتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومئتين وألف للهجرة لماذا ندرس الكبائر ونتعلمها؟ لنحذر ونحذر منها فأمرها عظيم قال الهيتمي رحمه الله في مقدمة الزواجر في سياق ذكر سبب تأليف الكتاب ما تفاحش من ظهور الكبائر وعدم أنفة الأكثر عنها في الباطن والظاهر لما أن أبناء الزمان وإخوان اللهو والنسيان قد غلبت عليهم دواع الفسوق والخلود إلى أرض الشهوات والعقوق والركون إلى دار الغرور والإعراض عن دار الخلود ونسيان العواقب وعدم المبالات بالمعايب حتى كأنهم أمنوا عقاب الله ومكره ولم يدروا أن ذلك الإمهال إنما هو ليحق عليهم قهره فكيف لو رأى أهل زماننا كيف يمكنني تعلم الكبائر يمكنك الدراسة معنا مجانا عن بعد في معهدنا معهد السنة على الرابط الموجود في آخر الرسالة وختاما أوصيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز